نتكلم عن المنتخب الإفواري المنتخب الإفواري هو اللي بينظم البطولة والناس في كوتيفوار هناك بيقولوا إن المنتخب الإفواري محققش بطولة يعني قارية في السنوات الأخيرة والبطولة القادمة على أرضهم وعاوزين يحققوا البطولة المنتخب الإفواري كان بيلعب مع المنتخب جزر الكومور وقدر إنه يغلب منتخب جزر الكومور 2-0 سجل الأهداف سنجاري لعب بي اس في اند هوفن وفرانك كيسي طبعا النجم لعب برشلونا عاوز أقول لكم إن المنتخب الإفواري السنوات السابقة كلها كان فيها عملية تغيير مدربين وعدم استقرار على مدرب حتى فترة باترس بومل أثناء بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة كله قال إن باترس بومل هيكمل رغم الخروج أمام منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية لكن بعد البطولة مباشرة باترس بومل ودع الفريق وجابه مدرب فرنسي اللي هو لويس جازت هنشوف إيه اللي يحصل مع المنتخب الإفواري خصوصا إن المنتخب الإفواري هو اللي هيكون منظم البطولة وهناك فيه مطلب جماهيري كبير جدا إن منتخب الإفواري حقق البطولة ترتيب مجموعة المنتخب الإفواري منتخب الإفواري في الصدارة عنده عشر نقاط منتخب الزنبي عنده تسع نقاط وكمان منتخب جزر القمر عنده تلات نقاط ومنتخب لصوته عنده نقطة وحيدة منتخب زنبي هوا الآخر اتغير أداءه كتير جدا يعني بعد ما تتولى إفرام جرانت الإدارة الفنية لا مستوى الفريق اتغير كسبه لسوته الجولة التالتة والربعة وقدروا يحققه ست نقاط دي حاجة بتورينا قد إيه في تغيير كبير حصل مع منتخب زامبيا العيب بقى كبير يعني نفروض نتكلم عنه ولازم نديله حقه لها ماكس جرادل ماكس جرادل لعب المنتخب الإفواري النهاردة لعب المباراة المية مع المنتخب الإفواري أمامنا على الشاشة تكريم لي من الاتحاد الإفواري ماكس جرادل مسيرة كبيرة جدا مع المنتخب الإفواري لعب عنده 35 سنة بدأ مسارته الاحترافية في لستار سيتي سنة 2007 لزي نايتد رح سانتتيان رح تلوز الفرنسي والآن بلعب في سيفاسبورد تكريم كبير حصله من جانب الاتحاد الإفواري وكمان تكريم من اللعبة وعلى تويتر بقى مكل نجوم كرة القدم الإفوارية بعد طوله رسائل تهنئة وعلى صفحتهم كمان هنو ماكس جرادل ماكس جرادل يعني 35 سنة عمره الحالي من 2007 وهو بيمثل المنتخب الإفواري وبالفعل مسيرة حافلة ويستحق التقدير والتكريم من جانب الاتحاد الإفواري الاتحاد الإفواري موسيقى